اشتركوا في القناة الجهاز قطاع جديد اسمه جماناي جونيور جماناي جونيور ده تقريبا بقله هو يبقلها فترة في السوق بس كان موجود الحجم الكبير لكن الحجم الصغير اللي هو الجونيور تقريبا نزل بقله ثلاث شهور او اربع شهور وبصراحة يعني انا كنت مترددة اني اقبها اصلا لاني احب البيك شوت بتاعتي وانا باستخدمها كتير فالمهم ان انا قررت ان انا اشتريها وخلينا شوف دولتي ايه اللي بيقي معها الحلو فيها يعني انا حقرنها معاك في البيك شوت اني بيقي معها بجد كل حاجة تحتاجيها عشان تقصي يعني البلاستيك شم ماجناتك شم الربر الربر مات في البيك شوت لا بيقي معها الحاجات الاساسية بس لو عندك اطعات طويلة محتاجة تشتري الاطباق البلاستيك ممشو سموها ايه البلاستيك طويلة محتاجة تشتري الربر الربر مات بتاعتها اللي هي المطات دي لازم تشتريها الماجناتك بلاتفون برضو لازم تشتريها مش بتيجي معاها فشوية هنا لا هنا جايبالي كل حاجة يعني بقيت مش هتحتاجي تشتريه ولا حاجة اكسترا طبعا وده الكتالوج مرة مهم عادة انا مش بقرأ الكتالوج بتاع اي جهاز لكن ده انتي بحتاجها تقرأيه حشان هتشوفوا ازاي ليه حطرين انا اقرأوا ومع لش على المكتب المعفوس ومكركب اناوي هيا دي هي صغيرة يعني حجمها صغير اوي ممكن تشريها بس تقيلة يعني توقعتها خفيفة بس لا تقيلة بس البيك شوت بلاس اكيد اتقل طيب شكلها كيوت وصغير يعني تحسين هي كومباكت كده لما بعضها يعني انا كنت بشوف من وردها تنهيها 110 110 120 مش 220 فلا حيشتريها من بره من السعودية لازم اشتريه محول محول كبير اللي هو من ساكل اللي كان عندي من زمان ده وقاي معاها هو سلك الكهرباء زي ما انتم شايفين بتركب من ورا بس والسلك هتشبكي بقى السلك عادي وهتشغليها وتشغليها في عندها علامة 3 علامات اللي هو التشغيل وحاجة بتقدمي وبترجعي مثلا قدر الله علقة الورا أو كده فيه اللي هو سهم الريوين يعني بترجعيها أو بتطلعي يعني الساندويتشات اسمها ساندويتش انك بتعملي كان ساندويتش طبعا اطبعا دي اول حاجة اسمها الكلير وطبعا بقرنها مع البيكشوت طبعا زي ما انتم شايفين البيكشوت ارفع بس تقريبا نفس المقاز فمش هينفع تدخل او مش هغامر ان انا اقرب ادخلها ولا لا بصراحة يعني وبعدين فيه البلاستيك شم دلوقتي انا اي حافظة اقص اقرب بقى موضوع الاصم يعني الناس بقد مهبول عليها وكمية مدح فيها مش طبيعية يعني فلد خلينا نشوف يعني تستاهل المدح ده ولا لا طيب جاي معاها الطعات زي ما انتم شايفين الطعات اللي هي لتبقى دقيقة دي طبعا اصل الطعات اللي بقى فيها تفاصيل كتير بيبقى شوية صعب لان محتاجة يعني في البيكشوت يعني محتاجة انك تعدي عليها من مرتين لثلاثة لاربعة وكمان لازم تشتري حاجة اسمها شم حاجة زي صفيحة معدنية رفيعة عشان ايه تضغط عليها هنا جاي معاها الصفيحة وانا عملت الساندويتشز او الساندويتش او لازم نحط الشم دي اللي بقى لك صفيحة معدنية كده بتتحط فوق القطع اااا طبعا نكون مش هبقى دي سرعة حقيقية وانا مش مساوعة ده صوت اللي بطلق اصواق اللي بتقطع به شوية مرعبة بس ما تخافوش يعني بس فطلعتها والله قصت من اول مرة يعني اتوقعت ان انا حدخلها كزا مرة بس من اول مرة طبعا دي دي اللي هي بسموها يعني هي بس بتعمل زينة في الورق بس مش بتقدري تطلعيها اا يعني عند اتر ما باستضمش الاطعات دي قوي فبس هما يعني جايبين هالك هدئية هنا كلمة love طلعة ممتازة وكلمة واللي هو الاجدة طبعا تي محتاجة بعندك زي الجي هزي او زي ابرة عشان تطلعي الحاجات دي من القطع لانها بتبقى رفيعة او يمسكة فيها وزي فرشة اسنانة او اي فرشة عشان تشيلي الحاجات اللي علاقة في القطع بواقي الورق يعني ودي كلمة هلو برضو طلعة ممتازة مش حاجة قطعة الحمد لله او فاضل بقى دي اللي هي زي متلكم دي مش بتقص نفس القطع دي بس بتبقى زينة في الورقة ودي هيا برضو دي كرتف اج بتزين اج مسلا حفة اي كارتة او ورقة شكلها حلو بس يعني مش بش تغمن حاجة دي اوي بس اسطها حلو اوي يعني طيب حتى بالنسبة للسرعة برضو السرعة ممتازة يعني مش بتاخد دلواد تي حنقص القطعات اللي هي العادية اللي هي مفهاش تفاصيل كتير فبالتالي عدد الطبقات اللي انت بتحطيها بتقل بصرفها اي اصتهم اول اهنا نفس البيكشوت البيكشوت نفس الشي من اول مرة بتقصي الحاجات دي بس في الحاجات التفاصيل دقيقة لا يعني ممكن من مرتين لتلاتة بلاس نازم تحطي الشم فأصتهم ممتاز نفسها نفس البيكشوت طبعا عادة بقارن بقى بها بالبيكشوت اش في ايتستيل ولا لا بايب وهنا حطلك انك لحن ديك حاجة اسماها دي انا اول مرة سمع فيها معرفش اه ممكن تقصي خمس ورقات وهنا هنعمل حاجة اسمها يعني انك ممكن تعملي طباع على الورقة باستخدام باستخدام القطاع نفسها مش من استخدام ملف الطباع فانا كتبلك ازاي الطريقة طبعا ممكن تعملي برضو في البيكشوت بس يعني اه مكنتش بعملها يعني المهم بتحطيها وفي النهاية تفاصيل القطاع طبعت على الورقة بس هي قد قوية شوين هي قطعت حتة من الورقة بس اه ماشي حالة ايجي بقى الحاجة تانية انا قربت اعملها ودي كانت اه خطأ مستيك ان اه الميكس ميديا دايزين كنت عارفة هي ايه بصراحة بس انها بتقص خمس ورقات فانا جبت قطاع من عندي مستطيلة وفاش اي رسومات وحطيت القطاع وحطيت خمس ورقات كارد ستاكلون وابيض طبعا النتيجة كانت صعبة هتشوفوا دلوقتي طبعا ما قصتش ولا اي حاجة يعني الورقة طالعة زي ما هو هي بس عملت امبوس طبعت عليها ودي حتى قصتها وحش يعني ما قصتها ما قصتهاش كويس بس فنما يعني عملت السرش وكده طالعن فيها في قطاعات اسمها ميكس ميديا دايز فيعني انا مرسمة بالموضوع ده فمحتاجة ابحث عنه واشوف بس اتوقع يمكن تكون عندي وانا مش عارفة انه يبقى السكينة بتاعتها طويلة اوي ان هي ممكن تقصة اكتر من كذا ورا طب نيجي بقى الموضوع ملفات الطباعة ودي اللي قفلتني من الجهاز طبعا هو كاتب لك لو هو مديكي هو جايب معاها ملفة طباعة 3D انا كل سوري كل الملفات الطباعة اللي عندي كلها 2D طب كاتب لك الطريقة لو 2D هتعملي اي لو 3D هتعملي اي طبعا عزق لكم مفيش حاجة يعني زي ما انتم شايفين الواحدة دخلت والتانية ما دخلتش اصلا نجعت اقريت الكتاب تاني فقلت لأ يمكن ده انا عاملة زي ما هو قال طب يمكن في مشكلة طب لأ خليني يعني ادخلها تاني واحاول يمكن انا الغلط مني اخدت يعني عدت عدت البلاستيك او الواحد والتاني سابت هاني بالملفة الطباعة عدت اقرى تاني قلت لا يمكن انا الغلط مني بس خلاص نشوف حاجة تانية طيب دربنا طريقة تانية برضو اه اه هنا طبعا كنت وقفت بقى الفيديو قعدت اشوف فيديوهات على اليوتيوب ازاي فقلت خلاص خليهم زي ما اليوتيوب قال ان انا حطيت حاجة اسمها ماجناتكشب نفس الشيء سابت هوني ومشت ده قلت لا القاس ده مش هستمر معي انا حرقعه بصراحة لان ليه ليه صعب كده يعني لما لفت طبعا فوقي بأس هالحيقة طيب بعد كده قلت خلاص نتقرب حاجة تانية يعني قادة بقرب طرق يعني معي جنبي اليوتيوب فيديو التوتوريوس بساعت الناس وباشوفهم عملوا ايه وبعمل زيهم فتخيلين يعني اللي في الكتاب منفعش فخلينا نشوف هنا يعني دي كليك رقم وكام اربعة ما طبعتش كويس طبعت حاجة وحاجة لا بقاد كنت فروستريت كنت بقاد مضايقة يعني كمان مش معقول الكل ده عشان نفكر ازاي نعمل ملف طبعا وحطيت دلوقتي حكتين فوق الملف الطبعا الماغناتك شم واللي هي البلاستيك بلايت واللهما لك الحمد نكحة المحاولة بعد رابع محاولة حتة النهية تبقى يعني هما كاتبين او اينين برضو انك تقعدي تفكري وانتي تشوفي تجربي يعني ما عرش ما عنديش وقت عدى تجرب وعمل انت في حاجة مكتوبة في الكاتروج فتتعمل زي ما هي انا ما عدش ان انا اقلف من عندي طيب المهم ده ملف بقى تاني طباعة بس 2D مش 3D فعملت نفس اللي كان مكتوب في الكتاب ما عملتش ما اتطبعتش ما كانش فيه ضغط او براشر قوي عليها فقمت عملنا طريقة تانية بس حطت الماغنتيك شم فعملت بس يمكن مش عارف ما صورتها شو نلاقي المهم يعني عملتها بعد الثاني محاولة فمش عارفة صراحة يعني هل حرجحها ولا حسبها I don't know بس هي سريعة هي صغيرة يعني anyway بالنسبة لقطعات سيزك للأسف مش بتقصها لان قطعات سيزك اكبر شوية من حجم الدافع مش حين فهي بس للقطعات الصغيرة بس السيزلت عطاعة سيزك هي سيزلت اللي هي أرفع شوية ممكن تدخل ما شفت في فيديو في واحدة حاولت تدخلها بس وهو ده كان الريبيو بتاحها اللي المهتم حسب لكم ربطها تحت في صندوق الواصل وهشوف حسبها ولا لا مع السلامة